من خلال هذا الفيديو ان شاء الله سوف تستفيد من بطاقة فيزا افتراضية صالحة للشريع من الانترنت بالاضافة الى واحد دولار قابل للشريع والاستعمال مباشرة في البطاقة لا تسلوا الاشتراك في القروب الخاص بنا على التليجرام موجود رابطة افتراضي فاول عليكم ثبت القروب نقوم بوضع فيه العديد من المشهورات والعديد من التطبيقات وايضا المواقع اذا السلام عليكم الرحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم اخواني في هذا الفيديو الجديد على قناتكم خناة Profit in the World شكرا لأكثر من 14.900 مشترك على القناة اقتربنا لم يتبقى الكثير على الخمسة عشر الف شكرا للجميع فاتمنى منكم ان نصل بعد هذا الفيديو ان شاء الله مباشرة نصل الى خمسة عشر الف باذن الله فلا تسلوا اشترك في القناة تبعي زر الدراس بطابة الحال وتابعوا معنا هذا الفيديو حتى النهاية اذا هذه البطاقة وهي بطاقة شرحناها العديد من المرات ولكن في هذا الفيديو سوف نشرح لكم طريقة الحصول عليها وايضا واحد دولار اضافي بالاضافة الى البطاقة تابعوا معنا بهذه الخطوات التي سبعنا قد تقدموها لكم اذا اول شي لما تفتح حساب اول مرة سوف تتحصل على خمسة دولار هذه الخمسة دولار غير قابلة لا تستطيع ان تشتري بها البطاقة فهنا هناك عرض اخر خاص بشهر رمضان تخفيض على سعر البطاقة من 10 الى 4 دولار يعني تخفيض 60% يعني سوف تقوم بشحن حسابك ب4 دولار وسوف نرى ذلك قبل بعض اللحظات تعفون سوف تشتري البطاقة ب4 دولار وانت تتحصل كما قلنا على خمسة دولار فبالتالي تشتري البطاقة ب4 دولار ويتبقى لك 1 دولار في البطاقة تستطيع ان تشتري به فبالتالي سوف تتحصل على بطاقة مجانية بالاضافة الى 1 دولار اضافي في حسابك وفي حساب البطاقة الان كيف تشحن حسابك لديك العديد من الطرق لدينا الطريقة الاولى وهي عن طريق ذات الخيار تشحن حسابك عن طريق مثلا منصة بايننس بينك اكس وغيرها من المنصات عن طريق الـ باختيار شبكة TRC20 او مباشرة عن طريق تطبيق بايننس بضغط على خيار بايننس بعيد مفهوم هذه الطريقة تعرفنا عليها قبل في فيديوهات سابقة الطريقة الاخرى وهي عن طريق انك يعني تبحث على شخص يشحن لك حسابك ب4 دولار اه تعطيه الاي دي الخاص بك او تعطيه الايميل او رقم الموبايل بالنسبة الاي دي موجود هنا كما تلاحظون هنا بالاعلى تقوم فقط بالضغط عليه يقول لك انه تم النسخ بنجاح هذا الاي دي تعطيه للصديق او الاخ او اي شخص رح يرسلك اربعة دولار بعد ما يرسلك الاربعة دولار تأتي الى رمضان افرز بهذا الشكل وتشتري بطاقة من هنا باربعة دولار ويتبقى في حسابك كم يصبح لديك ستة دولار معنى الخامسة دولار الخاصة بك هو الواحد دولار هو اضافة او كهدية من التطبيق في الحساب الخاص بك فقط تقوم بضغط على الشراء بهذا الشكل وهنا تكمل عملية الشراء فقط طريقة سهلة وبسيطة جدا اذا هذه كيفية الحصول على البطاقة مجانا بطاقة فيزا مجانية تستطيع ان تشتري بها مثلا من موقع الاكسبريس تدفع بها الاعلانات على الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي ايضا تستعملها في العديد من المواقع والتطبيقات اذا كان هذا فيديو اليوم لا تستعمل بلايك وشير نلتقي بحلقتين قادمة ان شاء الله اذا كان لديك اي سؤال حسابي في الاستغرام موجود في صندوق الوصف ايضا في اول طريق مذبط الى اللقاء